موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم مشاهدينا الكرام في نشأة اخبارية مفصلة من قناة السعودية البداية بالعنوين المملكة تؤكد على حماية حقوق المرأة والتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية موسيقى ترعاة لقاح كورونا في المملكة تلامس الاربع مليون والصحة تدعو لمواصلة الارتزام بالاجراءات الوقائية واقتراب تعويم السفنة العالقة في قناة السويس بعد خمسة ايام من تعطيل الملاحة التجارية موسيقى حيكم أكدت المملكة على كل ما من شأنه حماية حقوق المرأة والنهوض بها محليا وأقليميا ودوليا جاء ذلك في بيان المملكة الختامي خلال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك والتي ألقته عضو وفد المملكة مون الغامدي وقالت أن المملكة تجدد تأكيدها على حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في عمليات التنمية الاجتماعية من خلال تمكينها من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار في جميع القطاعات الحكومية والأهلية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وضحت أن حكومة المملكة تعد المرأة عضوا فاعلا في مسيرة التنمية الوطنية في جميع مجالاتها وأنها النوات الأساسية للأسرة والمجتمع وعضو أساسي في تحقيق رؤية المملكة عشرين الثلاثين التي عززت من الإصلاحات في وضع المرأة وتمكينها مما يسهل عليها أداء واجباتها الوطنية مضيفة أن المملكة تؤكد مجددا على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا الداخلية وأنظمتنا الوطنية يقترب عدد جرعات لقاحات كورونا في المملكة إلى أربعة ملايين جرعة أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية حثة الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحة للحصول على موعد لأخذ اللقاح شملت مراكز اللقاح جميع مناطق ومحافظات المملكة في آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 500 وحالتان إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة هي الأعلى منذ شهر سبتمبر الماضي ليصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 387.794 إصابة من بينها 4593 حالة ناشطة معظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة منها 635 حالة حارجة كما تم تسجيل 355 حالة تعاف جديدة ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 376.558 فيما سجلت 6 حالات وفيات جديدة حذرت وزارة الصحة من أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا مشددة على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على عدم المصافحة وتعقيم الأيدي كتبت الوزارة عبر حسابها بتويتر ضمن وصمتنا تعاون ما نتهاون تغريدة أكدت فيها أن سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بداية جائحة كورونا كان شعار المملكة الإنسان أولا وللحفاظ على الأرواح فرضت المملكة عدة إجراءات للحد من اتشار فيروس كورونا ونتاج سلوكيات وممارسات مجتمعية خاطئة يعود منحن كورونا في المملكة إلى مستويات العام الماضي ومع الارتفاع المستمر في عدد الحالات المسجلة وقرب دخول شهر رمضان فرضت الجهات المعنية عدة قيود استباقية منها إيقاف إقامة البوفيهات في المطاعم والفنادق وتعليق الاعتكاف وسفر الإفطار الرمضانية في المساجد والجوامع بالإضافة إلى توصية فتح المراكز التجارية للتسوق على مدار 24 ساعة مع استمرار التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ويبقى فرض المزيد من القيود أو عدمه رهن وعي المجتمع من مواطنين ومقيمين حيث صرحت الصحة في وقت سابق أن الصعود منحنى إصابات كورونا يستلزم فرض إجراءات مشددة وجهت أمنة المنطقة الشرقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة لشهر رمضان المبارك وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا التي أقرتها الجهات المختصة والتي تتضمن منع إقامة بوفيهات الإفطار والسحور في المطاعم كما وجهت بتحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار وبوابات وأعداد المتواجدين فيها بالإضافة إلى أغلاق الحدائق الصغيرة وكذلك تنظيم الفعاليات الرمضانية بأوقات محددة وتكثيف الجولات الرقابية ومنع التجمعات الرمضانية في الملاعب الغير مرخصة داخل النطاق العمراني تستمر وزارة الرياضة في جولاتها الرقابية على المنشآت الرياضية لمتابعة تطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا للحديث أكثر حول ذلك انضموا إلينا من الأحسام رأس الأخبار السعودية الزميل محمد الدهام مرحبا بك محمد بداية إذا تكرمت لتطلعنا أيضا والسادة المشاهدين عما ترصده من دور لمكتب وزارة الرياضة في الأحساء في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية نعم مساء الخير من منا لك ولكل السيدات والسادة المشاهدية السعودية من محافظة الأحساء تحدث إليكم ومثل ما ذكرت زميلتي مونة مكتب وزارة الرياضة هنا بالأحساء يقوم بجولات رقابية على المنشآت الرياضية والمراكز الرياضية لتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية ولتأكد من تطبيقها للبروتوكولات التي حددتها الجهات المعنية نتحدث بشكل أوسع عن دور مكتب وزارة الرياضة هنا بالأحساء يسعدني أنا استضيف مدير العلاقة العامة والإعلام بمكتب وزارة الرياضة بالأحساء الأستاذ إبراهيم المبرزي أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم معنا على السعودية حدثنا عن الجولات الرقابية التي تقومون بها لتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أن تحت الفرصة مكتب وزارة الرياضة بالأحساء وضع خطة شاملة على زيارة الصلاة والمراكز الرياضية بالمحافظة في المدن والقرى وهناك عدم المنزمة للمفتشين يقوم بجولات تفقدية ميدانية بشكل أسبوعي على تلك الصلاة للتأكد من تطبيق هذه الصلاة للاحترازات والبروتوكولات في تلك الصلاة جميل جدا سيد إبراهيم هل الصلاة الرياضية هي فقط المستهدفة خلال الجولات أو هناك مواقع أخرى؟ هي طبعا الصلاة والمراكز الرياضية وكذلك الملاعب ملاعب الفرق الحواري أيضا تم زيارتها خلال فترة الماضية الزمرة في المكتب الوزارة قام بزيارة علد من هذه الدورات الرياضية والوقوف عليها تطبيق الاحترازات اللازمة في تلك البطولات طبعا أي بطولة تقام يجب أن تكون تحصل على تصريح من وزارة الرياضة طبعا تصريح من الحال السعودي رياضة الجميع ثم مكتب وزارة الرياضة هل تم رصد مخالفات وإذا كان هناك مخالفات رصيدة ما هي نوعية المخالفات؟ طبعا الصلاة الرياضية في الأحساء وصلها البروتوكول من الوزارة على الإيميل كل صالة وصلها على الإيميل وهناك في الحقيقة تعاون وتجاوب كبير من تلك الصلاة تطبيق تلك الاحترازات هناك مخالفات لكنها قليلة جدا لا تذكر ولكن الأغلب ملتزم بتطبيق الاحترازات وهناك زيارات ميدانية مفاجئة على تلك الصلاة الحمد لله أغلبهم ملتزمين بتطبيق تلك الاحترازات في المواقع في الصلاة جميل جدا نعرف أن الأحساء واحدة من المحافظات التي العديد من الشباب والمجتمع بشكل عام مجتمع رياضي مارسون الرياضة نحن على قرب من شهر رمضان المبارك عادة في الأحساء تشتهر وتنظم البطولات الرياضية كيف استعداداتكم وما هي إجراءاتكم للبطولات أقصد فيها بطولات الحواري؟ سؤال مهم جدا طبعا لإقامة أي دورة رمضانية للفرق الحواري كأي منظم يجب أن يتبع الخطوات التالية وهو الدخول على موقع الاتحاد السعودي لرياضة الجميع وتقديم طلب إقامة دورة باسم الدورة باسم الشخص المنظم كذلك بعدما تم موافقة مبدعية الاتحاد السعودي الرياضة الجميع يحيل الموافقة المبدعية إلى مكتب الوزارة لإنهاء الإجراءات النظامية المتبعة في تلك الدورات يعني أي دورة رياضية يتقام يجب أن يحصل صاحب الدورة على الموافقات الرسمية جميل جدا شكرا جزيلا لك الأستاذ إبراهيم المبرزي مدير العلاقات العامة والإعلام بمكتب وزارة الرياضة في الأحساء نتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا نعم زميلتي مونة هذا كان حديث الأستاذ إبراهيم المبرزي مدير العلاقات العامة والإعلام بمكتب وزارة الرياضة بالأحساء ختاما مثل ما ذكر ضيفي الكريم المخالفات هنا قليلة بالأحساء وهذا يؤكد وعي المجتمع هنا بالأحساء نتمنى أن يستمر في ذلك بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لنصل لبر الأمان حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه أعود لك بالصوت والصورة اللهم آمين ونحن بدورنا نشكرك جزيلا الشكر محمد على هذه المداخلة وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم على كل ما قدموا من معلومات حول هذا الموضوع النشرة مستمرة فيها بعد قليل للحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية المملكة تشارك في ساعة الأرض أضخم حدث عالمي لحماية البيئة حيكم من جديد تستعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 42 للهجرة وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بعد يوم غد الأحد بحضور الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي تبع البنك المركزي السعودي ما أثير مؤخرا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال مالي نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها وبناء على ذلك قام البنك المركزي فورا بتشكيل فريق للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته فتبين أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثا من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية كما أكد البنك المركزي السعودي ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته مشددا على أنه في حال اكتشاف أي عمليات مشبوهة فيلزم سرعة التقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة وإشعار البنك المركزي من خلال منصة ساما تستمر فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة عسير في دراسة فرص التطوير البيئي والاستفادة من تنوع الغطاء النباتي كفرص استثمارية سياحية إضافة إلى خدمة البيئة وحمايتها في العديد من الغابات والمحيطات الطبيعية بل المحميات الطبيعية في المنطقة للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة أبهى مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله آل عبيد مرحبا بك عبد الله بداية إذا تكرمت لتنقل لنا الصورة حول هذه الجهود المبذولة في أسبوع البيئة في المنطقة وما عملته الجهات أيضا المعنية في خدمة وحماية البيئة صحيح أن أتواجد اليوم في منطقة عسير ومن مدينة أبهى والتحديد من منطقة شعف ألوي من أحدى المناطق المميزة حقيقة بتنوع الغطاء النباتي الموجود فيها وأيضا المزارعين الحريصين وما زالوا يعملون على مزارعهم للحفاظ على هذه المنتجات للظهور بنموذج محترف حقيقة للزراعة في منطقة عسير الحديث أكثر عن جهود فرع عزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الويمني حيكلة مهندس عبدالله وسعدين بتواجدكم معنا اليوم وإذن تعرفنا بالعمل القائم في أسبوع البيئة وما قدمتم خلال الأيام الماضية للعمل على هذا المشروع الله يحييكم أخي الكريم والمشاهدين جميعا أرحب بكم أولا في قرية شعفها الويمن أحد القرى التابعة لمركز السودة بالنسبة لأسبوع البيئة على مستوى فرع عزارة البيئة والمياه والزراعة منطقة عسير تم تدشينه يوم الأحد الماضي برعاية كريمة من سمو سيدي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير تضمن أسبوع البيئة عدد كبير من الفعاليات من ضمنها زراعة الآلاف من الأشجار والشتلات على مستوى المنطقة والمحافظات المراكز التابعة لها كذلك نضافة عدد كبير منتزهات سواء داخل نطاق مدينة أبهى أو المحافظات المراكز تابعة لها أيضا شمل حملة نضافة على الساحل البحري مركز الحريضة والقحمة والبرك وسعيدة الصوالحة كذلك تضمن مبادرة خاصة بالإعلاميين والإعلاميات بمنطقة عسير زراعة ألف شتلة سدر على مستوى منطقة عسير حق مبادرة ومميزة وأيضا مشاركة المجتمع لاستزراع مثل هذه الأشجار يزرع نوعا من الولاء والانتمالي المنطقة وأيضا للبيئة التي يعيش فيها هذا الإنسان نتحدث اليوم أيضا عن توجهات الوزارة ماذا عن توجهاتها فيما يخص الغطاء النباتي والحفاظ عليه وأيضا ضرورة البقاء واستصلاح الأراضي الزراعية نعم بالنسبة للمحافظة على الغطاء النباتي والأشجار المعمرة أو الغطاء النباتي بشكل عام على مستوى المملكة مو فقط بس منطقة عسير يحظى برعاية كبيرة من معالي وزير البيئة والمياه والزراع المهندس عبد الرحمن الفضلي ومعالي نائب المهندس منصور المشيطي نتواجد الآن في أعلى قمة أو قمة مضاهية للسودة تقريبا ارتفاع عن سطح البحر تقريبا 2800 متر قنية بالأشجار الكثيفة والغابات تتركز فيها أشجار العرعر المعمرة بنسبة وكثافة عالية جدا أيضا إلى بعض الشجيرات واجبنا كفرع للوزارة بمنطقة عسير المحافظة على الغطاء النباتي والأشجار بشكل عام ممتاز أيضا ما يخص نحن موجودين في أحدى المزارع المميزة ونشاهد أيضا استزراع أهاليها وحفاظهم عليها ماذا عن جهود الوزارة في دعم المزارع أيضا في هذا الجانب وأنتم الآن كلجنة موجودين في هذا الموقع ونشارككم هذه التغطية حقيقة نعم بالنسبة للمزارع أو مزارع منطقة عسير بشكل عام كما تعلم المنطقة تعتمد في نسبة للزراع على مياه الأمطار زراعة بعالية بشكل كبير نتواجد الآن في أحد الحقول مزروعة بالقمح يتواجد أيضا وفد من وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثل لمنظمة الفاو لعمل بعض الدراسات والأبحاث في خصوص أو فيما يخص الزراعة البعلية أو دعم صغار المزارعين على مستوى منطقة عسير جهود مميزة وشكرا لكم الله أعطيكم العافية وشكرا لتواجدكم معنا إذن كما تشاهدون واتشاهدين هنا حقيقة نحن نتواجد الآن في ارتفاع 2800 كيلو مترع مستوى سطح البحر هذا الموقع المميز حقيقة لحرص أهالي المنطقة على استزراء عرضيهم إضافة إلى الغطاء النباتي الكثيف الذي يحظى باهتمام فرع الوزارة وأيضا الزائر والمصطاف في منطقة عسير كون منطقة عسير تعد يعني البيئة الأكبر من حيث الغابات على مستوى المملكة بكل تأكيد شكرا جزيلا لك وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم على هذه المداخلة وقع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مؤخرا عقد استثماري لتطوير كرنيش الخبر بالواجهة البحرية بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة حيث تم ترسية الموقع الاستثماري على إحدى الشركات الوطنية للعمل على المشروع في كرنيش الخبر الشمالي بمساحة 20 ألف متر مربع وسوف يتضمن منتزها للزوار وألعاب ومناطق جلوس ومقاهي ومطاعم وأنشطة ترفيهية متنوعة وصحات مفتوحة متعددة الاستخدام يتماشى هذا الإنجاز مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الإرادات وجذب الاستثمارات نفذت أمنة المنطقة الشرقية مسارات جديدة لذوي الإعاقة البصرية بحاضرة الدمام بمسافات بلغ طولها أكثر من 14 كيلو متر باستخدام بلاط صفراء اللون والبلاط الاسمنتي وقد شمل هذا المشروع طريق الخليج العربي والواجهة البحرية بالدمام والواجهة البحرية في الكورنيش الجنوبي بمحافظة الخبر وغيرها من الطرق يأتي ذلك ضمن مشروع المدن وجعلها أكثر ملاءمة وجاذبية للإنسان لتطوير إمكانياته ومزاولة حياته الفكرية والعملية والاجتماعية تختتم اليوم فعاليات مهرجان البن الثامن بجبال إجازان بعد عشرة أيام شهدت قبالا واسعا من عشاق القهوة لمشاهدة أنواع البن المعروضة فيه والاستمتاع بالمعارض الفنية والأركان التراثية والفعاليات التي صاحبتها للمزيد حول هذا الموضوع التحق بنا من هناك من منطقة جزام مراسل أخبار السعودية الزميل حسن الغزواني مرحبا بك حسن بودنا إذا تكرمت لتطلعنا على المعارض أيضا الأركان الفنية والتراثية المصاحبة لهذا المهرجان مدى الإقبال عليه خاصة من عشاق القهوة وأيضا محبيها نعم مساء الخير لكم ولسيد المشاهدين والمشاهدات بكل مكان ورحب بكم من هنا من مهرجان البن الثامن الذي تحتضينه محافظة الدائر شرق منطقة جازان طبعا هناك إقبال كبير جدا على المهرجان في ساعاته الأخيرة هذا اليوم سيختتم المهرجان بعد عشرة أيام كان فيها المهرجان حافلا بالعديد من الأركان التراثية والمعارضة الفنية بالإضافة إلى 124 ركنا لمزارعي البن الذين صراحة أثروا زوار المهرجان بما لديه من أنواع البن المعروضة وأيضا التعريف بما تصر به المحافظة من إيرث تقافي وتراثي عريق للحديث أكثر عن المهرجان والإحصائيات التي تمت فيه سرني أن يكون معي الدكتور مفرح بن سعود مالكي المشرف العام على المهرجان نرحب بك على شاشة تلقى للسعودية بدينا تعطينا نبدأ بسيطة عن فعالية المهرجان خلال أيام ماضية أيضا ماذا استفاد المزارع من المهرجان بشكل عام هذا العام أياكم الله أهلا وسهلا بكم ولمشاهدي القناة للسعودية طبعا هذا المهرجان والله الحمد في نسختها الثامنة النسخة الجديدة لثوبها القشيب حظيت بعدد كبير من الزوار والله الحمد يرتادون هذا المهرجان وهذا الكرنفال الثقافي المميز هناك كما ذكرتم 124 مزارعا يعرضون أجود أنواع البن على مستوى العالم ولله الحمد في هذا المهرجان المميز أيضا هناك العديد من الفعاليات الثقافية والفنون والرسم التشكيلي وأيضا معرض التراث وكذلك معرض اليدويات الخاص بهذا المهرجان إضافة للأسر المنتجة بلغ عدد الزوار والله الحمد خلال عشرة الأيام الماضية أكثر من 30 ألف زائر من داخل مملكة ومن خارجها أيضا هناك إقبال كبير جدا على الاستشارات القانونية التي كانت أول مرة في مهرجان الثامن لتعريف المزارعين أيضا ببعض الاستشارات القانونية أسف الاستشارات القانونية الخاصة بإجراء العقود ومن حيث الاستثمار أيضا عمليات إحكام التضافر أو تكامل الجهاد ذات العلاقة من الدواء الحكومية والقطاع الخاص المشاركين في المهرجان كيف رأيت استفادة المزارعين من هذا التكامل من هذا الحضور؟ طبعا هناك تكامل ولله الحمد بين جميع الإدارة الحكومية ذات العلاقة في المحافظة وأيضا الجهات القطاع الخاص هذا المهرجان فيه أكثر من 24 مستثمر وأيضا أكثر من 20 جهة بين خدمية وأهلية طبعا كل ذلك بتوفي الله سبحانه وتعالى ثم بتعاون الجميع بقيادة سعارة محافظة دائر أيضا هناك دعم ومتابعة وتوجيه من قبل سيدي صاحب السمو الملاكي أمير منطقة جازان وسمو نائبه حيث يحضر المهرجان برعاية كريمة في كل عام منه ومتابعة لكل صغيرة وكبيرة في المهرجان ودعم للمزارعي البن من خلال تقديم عدد من المبادرات التي تدعم عملية الزراعة واستصلاح الرقع الزراعية الخاصة بالمزارعين في محافظة جازان الجبلية هذا العام هناك ولله الحمد زيادة في عدد الإنتاج كما ذكرنا أن هناك أكثر من 685 طن ولله الحمد في هذا العام أيضا هناك أكثر من 1600 شجرة في هذا العام نطمح إن شاء الله تعالى في العوام القادمة أن تكون هناك نسخ مميزة وأن نصل بإذن الله تعالى قبل حلول 2030 إلى أكثر من مليون شجرة والله الحمد التوفيق لكم دكتور الله يحييك شاك لكم مقدر إذن أستاذ المشاهدين هذا حديث دكتور انفرح المسعود المالكي المشرف العام على مهرجان البن الثامن بمحافظة الدائر الذي سيختتم هذا المساء بعد عشرة أيام من الفعاليات المتواصلة والأركان التي جذبت عشاق القهوة لمشاهدة أنواع القهوة المعرضة فيه أيضا ذكر دكتور بأن المهرجان في توسع لله الحمد عاما تلوى عام هذا العام هناك تكامل كبير جدا بين الجهات الحكومية والقطع الخاص لكل ما يخدم ويطور من زراعة البن وإنتاجه في المنطقة بشكل عام شكرا جزيلا لك حسن وأيضا شكر موصل لضيفك الكريم تشارك المملكة اليوم في مبادرة ساعة الأرض أضخم حدث بيئي على مستوى العالم لحماية كوكب الأرض من التغيرات والتأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ والاحتباس الحراري تطفى الأضواء وتستبدل بالشموع كل عام في نهاية شهر مارس ولمدة ستين دقيقة من أجل الأرض حدث عالمي أصبغ ظاهرة تقام سنويا الاحتفال بها عند الساعة الثامنة والنص مساء في آخر سبت من شهر مارس بهدف تسجيع الأفراد من حول العالم على اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء والمخافضة على البيئة ونشر الوعي لحماية الأرض من أجل أجيال المستقبل وتقوم بعض الدول باستخدام إبراز معالمها السياحية والأترية للمشاركة في هذا اليوم للفت الانتباه والمشاركة في ساعة الأرض وتعد مدينة سدن الأسترالية أول من بدأت بهذه الحملة عام 2007 حدث تشارك فيه المملكة مع العالم والهدف واحد ساعة تكون كافية لنتعلم ونحافظ على البيئة ونقلل استهلاك ما لا نحتاج فكل عام يتكرر ومعه سنتعلم تستمرون معكم في هذه النشأة وفيها بعد الفاصل حيكم من جديد رأس قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريقة الركن فهد المطير وفد وزارة الدفاع لحضور العرض العسكري ليوم الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بحضور فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي وعدد من كبار القادة العسكريين والدبلوماسيين من مختلف دول العالم تأتي مشاركة الوفد بهذه المناسبة تعزيزا للعلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة وجمهورية باكستان الشقيقة التقى مندوب المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي افتراضيا بالمندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة لكل من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية جرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية أفضل السبل المضي قدما في دعم المبادرة وتنفيذها والتوصل إلى حل سياسي شامل وأفد أن هذه المبادرة تعكس حرص المملكة الجاد والعملي من أجل أمن واستقرار اليمن والمنطقة ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيقة مشددا على استمرار المملكة ودول التحالف في دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية والتزامها بالدور الإنساني هناك ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار للبلاد نددت دول غربية كبرى باعتداءات ميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تجاه المملكة وأكدت أنها تهدف إلى إطالة أمد الأزمة في اليمن تواصلت ردود الأفعال الدولية المنددة بالاعتداءات الحوثية المتكررة على المملكة حيث دانت الأولايات المتحدة عدوان المتمردين واستفززاتهم وقال المتحدة باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن أفعال الحوثيين تهدف لإطالة أمد الأزمة المستمرة منذ ست سنوات وتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وتهديد المناطق المدنية والمنشآت الحيوية برايس أضاف أن تصرفات الحوثيين تطيل كذلك من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام الساعية إلى توصل الاتفاق لوقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتين جريفث والمبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندر كينغ وفي بريطانيا دانا وزير الخارجية دومونيكرا باعتداءات ميليشيا الحوثي بعد أيام من مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية مؤكدا أن هذه الهاجمات تهدد فرص التوصل إلى سلام برعاية الأمم المتحدة وعلى صعيد التطورات الميدانية في الهمن فرض الجيش الوطني سيطرته على مواقع جديدة في مديرية بورط العنان شمال محافظة الجوف الحدودية مع محافظة صعدة وقال مصدر عسكري أن وحدات من الجيش سيطرت على عدة مواقع في سلسلة جبال المطابق عقب هجوم شنته على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية مضيفا أن المعارك التي استمرت أكثر من ست ساعات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران ورغم الجهود الحديثة لوضع الحلول العادلة لمعاناة الشعب اليمني يدير الإنقلابيون ظهورهم ودون مكتراث للأوضاع الإنسانية المتردية لملايين اليمنيين تسببت الناقلة اليابانية بتعليق الملاحة التجارية في قناة السويس وارتفاع تكلفة الشحن عالميا وأكدت تقارير أخباري عن اقتراب انفراج الأزمة تفاصيل أكثر في ثنايا هذا التقرير في اليوم الخامس من أزمة الناقلة العالقة في قناة السويس تواصلت الجهود المصرية لمحاولة تعويم الناقلة لتحرير الممر المائي الذي تمر من خلاله أكثر من ثلاثين بالمئة من حاويات الشحن حول العالم رئيس الشركة اليابانية المالكة للناقلة العالقة أبدأ أمله في تعويم السفينة مساء اليوم في وقت قال مصدر مصري أن محركات الناقلة عادت للعمل في مؤشرات على قرب انفراج الأزمة من جانبها أعلنت هيئة قناة السويس إزالة 17 ألف متر مكعب من الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بما يعادل 70% من الكمية المستهدفة إزالة البالغة 20 ألف متر مكعب ومن المرتقب مشاركة الولايات المتحدة في جهود التعويم بعد ترحيب هيئة قناة السويس بالعرض الأمريكي وكانت التقارير الإخبارية تتحدث بشكل رئيسي خلال الأيام الماضية عن تأخر في تسليم البضايا حول العالم نتيجة الإغلاق وتطرقت أيضا إلى ارتفاع كلفة الشحن بعد أن وجهت شركات شحن إلى سلوك المسار القديم الذي يضيف 10 ألاف كيلومتر على الرحلة ترجمة نانسي قنقر من جهتها أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف دعم مجلس التعاون لجهود جمهورية مصر العربية لتجاوز الأزمة نحو عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها في أقرب وقت وأوضح أن المجلس يتابع باهتمام بالغ الجهود التي تقوم بها مصر لإنقاذ سفينة الحاويات التي جنحت خلال عبورها قناة السويس ونبقى في الشأن المصري حيث ذكرت هيئة سكك الحديد المصرية أن المجهولين استخدموا مكابح الطوارئ وذلك أثناء سير أحد القطارين ما بين محطتي المراغة وطهطة وأضفت الهيئة أن المكابح تسببت في توقف أحد القطارين وأستطام الآخر به من الخلف وأوضح مكتب النائب العام فتح تحقيق في هذا الحادث من جانبها كشفت الصحة المصرية أن العدد الإجمالي للضحايا بلغ 32 قتيلا و185 مصابا مبينة شفاء 90 شخصا وخروجهم من المستشفى في أخبار الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره هذا اليوم استمرر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية حائل القصيم الرياض الشرقية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة كذلك يتوقع تأثر سواحل تابوك المدينة المنورة مكة المكرمة الأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع أمواج البحر ترجمة نانسي قنقر تفكر بهم العنوين المملكة تؤكد على حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية جرعات لقاح كورونا في المملكات تلامس الأربعة مليون والصحة تدعو لمواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية واقتراب تعويم السفينة العالقة في قناة سويس بعد خمسة أيام من تعطيل الملاحة التجارية الالتزام بالتدابير الاحترازية هو الطريق الوحيد لمكافحة فيروس كورونا تحية طيبة السلام عليكم